رغم فرد حظر التجول على عشرات المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة لا تزال الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال نهب وحرق للمنشآت الحكومية والتجارية متواصلة وفي الوقت الذي انتشرت فيه قوة الحرس الوطني في 23 ولاية من بينها واشنطن اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكام الولايات بالضعف في مواجهة المظاهرات التي تفجرت احتجاجا على مقتل جورج فلويد المواطن ذي الأصول الإفريقية على يد شرطي ودع ترامب إلى تشديد الإجراءات ضد أعمال العنف التي صاحبت الاحتجاجات على ما وصف بسياسة التمييز العرقي واستخدام الشرطة للقوات المفرطة وحمل البيت الأبيض من وصفهم بالمحردين مسئولية الاحتجاجات العنيفة التي شهدت حرائق متفرقة بالقرب من البيت الأبيض وفوضى ونهبا للمتاجر في نيويورك وكاليفورنيا ومينيابوليس وبحسب إحصاء لشبكة CNN الأمريكية بلغ عدد المعتقلين خلال المظاهرات أكثر من أربعة آلاف شخص منذ السادس والعشرين من مايو الماضي وعلى الرغم من ذلك تتواصل الاحتجاجات في تحدي لحظر التجول الذي يعد الأكبر منذ عام 68 في أعقاب اغتيال مارتين لوثر كينغ الإبن الذي حدث أيضا خلال حملة انتخابات رئاسية ووسط مظاهرات مناهضة للحرب احتجاجات حاشدة تثير مخاوف من موجة تفشي جديدة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة حيث يهدد احتشاد المواطنين والصدمات بين المتظاهرين وقوات الأمن بتقويد الجهود التي يبدلها مسئول الصحة لتتبع حالة العدوى واحتوى انتشار الفيروس في وقت يأمل فيه المسؤولون في اعادة فتح الاقتصاد بعد اشهر من الاغلاق